عزيزة محتاجة شي؟ لا يا خالة مين محتاجة بس مساعد للحين في خاطرها مساعد في شي؟ لا ان شاء الله ما فيهم ولا العافية بس والله يا خالة لو تشوفين حالة عزيزة ان حالتها تقطع القلب وتكسر الخاطر وش في الحكي؟ الولد كان عندها امانة والامانة رجعت لها لها ها لا يكون عزيزة صدقت ان الولد ولدها يا خالتي الام هي اللي تولده بس الام هي اللي تربي بعد ولا تنسين عزيزة هي اللي ربت مساعد وكبر قدام عيونها يا خالتي عزيزة واذا ترجع مساعد طيب حنا وش دخلنا فيه إذا هي تبت رجع وشو وش دخلنا يا خالة ومو بحنا اللي عطيناها مساعد وربتها لين صار مثل ولدها ويوم كبر أخذنا منها وهي ما تدري وحرقنا قلبها وودينا مساعد لغزيزة ومها سمعي يا جير الولد هذا ما أنا بنتدخل بأي موضوع يخصه ليش يا خالة أنت أكثر وحدك أنت ترحمينه مساعد وتعطفين عليه الولد هذا وش دنبه ترى مثل اللي تيم بخالة عارفة وانا خالتت لا حول ولا قوتها إلا بالله طيب وش المطلوب مني هالحين المطلوب انحنا ناخذ مساعد ونحطه عند عزيزة وهزة وحنا نتكفل المصاريفة لا تنسيني يا خالة ترى كفالة اليتيم أجرها مو بسهل صحيح وانا خالتتش خالد عنده علم باللي تسوينا خالد لا تشري نهمة أبد أنا بكلمة وقنعة وخالد ولد تتعرفينه الموضوع اللي فيه أجر مهبرادني أهم شي يا خالة أنت توافقين طيب سوي اللي تبين بس اسمعي أنا سمعت النقزي اللي أمها طلعوا من الهبس لو عرفوا أننا نصرف على مساعد بيطمعون فينا أبشر يا خالة أنا بتفهم مع عزيزة كانهم هم اللي طالبين مساعد وإحنا ما لنا علاقة في الموضوع أبد خلاص بس قولي العزيزة إذا احتاجت أي شيء أي مصروف يخص مساعد تجيني على طول يا بعد أمر يا خالة جزات الله خير والله هنقلب يقول لي من تبردتني في هالموضوع